الصباح الخير يا سنة ثالثة ازايكوا حشتوني كتير اتمنى انتوا تكونوا بخير وتكونوا بتذكروا في موضعين الوقت ده في اللابة بس الدرس بتاع النهاردة بتكلم عن الكنيسة المصرية ام يعني ايه كنيسة؟ كنيسة في اللغة الابرية معناها مجلس او مكان للشعب مجلس او مكان للشعب مكان بيقعد فيه الناس طيب في اللغة العربية معناها ايه؟ معناها جماعة المؤمنين بالرب يسوع يعني احنا كاشخاص مسيحيين بنؤمن بالرب يسوع بتقال علينا كنيسة مش الكنيسة اللي هي المبنى اللي احنا بنروح نصلي فيه لكن احنا كمسيحيين هناخد النهاردة في الدرس بتاعنا اسماء الكنيسة منها البيعة البيعة ليه تسمينا بالبيعة علشان الرب يسوع دفع تمن غالي قوي فينا فدانا بدمه اشترانا بدمه ليه بيتقال علينا بيعة علشان الله او يسوع فدانا بدمه قد اشتريتم بسمن فلا تصيروا عبيد للناس لما يسوع دفع تمن خطيانا احنا المفروض منبقاش فيه خطيئة خالص مسيطرة علينا او مأيدانا تاني حاجة تاني اسم من اسماء الكنيسة بيت الله وهو المكان او مكان مخصص او مكرس لله لازم المكان او احنا يعني نبقى فيه وقار فيه خشوع فيه احترام اه ما ينفعش مسلا ويحنا رايحين الكنيسة نبقى لابسين لبس مش لايق او بنعمل تصرفات مش كويسة لكن نبقى لابسين اللبس الحلو اللي ينفع ان احنا نقابل ربنا احنا واحنا رايحين الكنيسة علشان نصلي احنا رايحين كأننا رايحين نتقابل مع الله ما ينفعش واحنا رايحين نتقابل مع الله نتقابل واحنا تصرفاتنا وحشة او واحنا لابسين لبس مش تلاقي بي تالت اسم من اسماء الكنيسة اللي هي كنيسة الله كنيسة الله وهي ملكية الله على المكان يبقى اول اسم اللي هو البيعة تاني اسم بيت الله ثالث اسم اللي هو كنيسة الله كنيسة الله يعني ملكية الله على المكان احنا نعتبر ملك الرب احنا كاشخاص بعد ايماننا بالرب يسوع احنا نعتبر ملك الرب رابع اسم رعية الله وهو المكان اللي بيضم كل الشعب المسيح رعية الله يبقى اسماء الكنيسة البيعة بيت الله كنيسة الله رعية الله رعية الله يعني الكنيسة اللي بتضم كل الشعب المسيحي لما بنبقى مشتركين في خدمة زي مثلا صوتنا حلو مشتركين في القرال بتاع الكنيسة احنا مش بنبقى بصين ان احنا هنستفيد ايه من الخدمة اللي احنا بنغدمها دي لكن احنا عايزين نغدم علشان نوصل رسالة ربنا من الخدمة اللي احنا بنغدمها مش بصين للمكسب اللي هيعود علينا من الخدمة دي تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي صفات الكنيسة صفات الكنيسة الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية دي صفات الكنيسة يعني ايه واحدة احنا كلنا كاشخاص مسيحيين مؤمنين بالرب يسوع نعتبر جسد واحد يعني ايه جسد واحد احنا كلنا اساس ايماننا الرب يسوع يبقى احنا جسد واحد واساس ايماننا اره هو الرب يسوع طيب يعني ايه مقدسة الرب يسوع بيطهرنا من كل خطيئة احنا بنعمل يبقى واحدة يعني احنا كلنا جسد واحد مقدسة يعني الله بيطهرنا من كل خطيئة جامعة يعني الكنيسة بتضم كل الاجناس وكل الجنسيات جنسيات يعني مثلا المصري انجليزي دي الجنسيات وبتضم كل الاعمار الزغارين اللي قدكوا كده حد اكبر زي ماما وبابا يبقى الجامعة يعني بتضم كل الجنسيات وبتضم كل الاعمار طيب يبقى صفات واحدة اللي هو جسد احنا كلنا جسد واحد مقدسة الله بيطهرنا من كل خطيئة جامعة يعني بتضم كل الاجناس والجنسيات والاعمار رسولية يعني الايمان اللي الله سلمه للرسل طلب منهم ان هم يسلموه لباقي البشرية او لباقي العالم طيب رموز الكنيسة ايه هي رموز الكنيسة ايه هي ايه اول حاجة اول رمز اللي هو سفينة نوح ليه ايه اترمز الكنيسة او رمز الكنيسة سفينة نوح لانه رمز للنجاة من الهلاج لما ربنا طلب من نوح ان هو يبني الفلك علشان هيحصل طفان جامد جدا اللي يتنقص من الطفان ده هو نوح وكل العيلة بتاعته علشان سمع كلام ربنا يبقى اول رمز من رموز الكنيسة اللي هو سفينة نوح لانه يعتبر نجاة من الهلاج تاني رمز اللي هي المدينة المقدسة اللي هي الله بيسكن في وسطها يبقى اول رمز اللي هو سفينة نوح تاني رمز اللي هي المدينة المقدسة تالت رمز الجنة المغلقة يعني ايه جنة مغلقة احنا واحنا موجودين في الكنيسة بنتقابل مع ربنا احنا مفروض بنبقى مفصولين عن العالم الخارجي عن الخطايا وعن الشر اللي بيحصل برا ونبقى مركزين بس مع ربنا يبقى اول رمز السفينة نوح تاني رمز المدينة المقدسة تالت رمز الجنة المغلقة رابع رمز ارشالين يبقى اخذنا في الدرس بتاعنا اسماء الكنيسة اول حاجة البيعة بيت الله كنيسة الله رعية الله اخذنا صفات الكنيسة اللي هي واحدة جامعة اه سوري واحدة مقدسة جامعة رسولية اخذنا رموز الكنيسة اللي هي سفينة نوح والمدينة المقدسة الجنة المغلقة وارشالين اخر حاجة هناخدها في الدرس بتاع النهاردة وهي عبارة عن مبنى الكنيسة مبنى الكنيسة بيبقى ليه شكلين يا اما عبارة عن شكل صليب يا اما عبارة عن شكل سفينة والاتنين لانهم رمز اللي بنجا من الهلاك زي ما شرحت منت شوية السفينة اللي هي زي سفينة نور والصليب لانه نور يسوع خلصنا من الهلاك من الخطير يبقى دي اشكال الكنيسة طيب ايه بيبقى موجود تاني في الكنيسة بيبقى موجود المنارة والاجراس اللي هي بتبقى بتضم أو بيبقى إعلان صوت جماعة المؤمنين اللي هو إحنا والهيكل بيبقى موجود في أكثر الشرق اللي بيحصل فيه المسبح وبيحصل فيه الأدسات وبيبقى موجود فيه المعمودية يبقى النهاردة في الدرس بتاعنا كلنا بنتكلم على الكنيسة معناها في اللغة العربية جماعة المؤمنين بالرب يسوع وفي اللغة العبرية هي مكان أو مجلس للشعب خدنا أسماء الكنيسة اللي هي الأول حاجة البيعة بيت الله كنيسة الله رعاية الله خدنا رموز الكنيسة اللي هي سفينة نوح المدينة المقدسة الجنة المغلقة والشاليم خدنا صفات الكنيسة اللي هي واحدة مقدسة جامعة رسولية خدنا أشكال الكنيسة اللي هي الصليب أو السفينة ده الدرس بتاع النهاردة الآية بتقول آية الدرس اللي هي الآية الزهبية بتقول فرحته بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب يعني لازم أبقى فرحان وأنا رايح الكنيسة لأن أنا وأنا رايح الكنيسة أنا رايح بتقابل مع ربنا لازم أبقى رايح وأنا فرحان عشان أقدر أستمتع بكل الوقت اللي أنا موجود فيه ما بقاش رايح وأنا زعلان أو رايح وأنا مضطر لكن أنا رايح وأنا فرحان عشان هقابل ربنا ده الدرس بتاع النهاردة ده الدرس